ايه سيد مساكو حبايبي كيفكو بتمنى تكونوا بخير اه ما تنسوا اللايك لسوس والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يصدقوا كل جديد سوسو بتعمله اللهم صلى على سيدنا محمد اليوم حبيت فكرت كده لقيت الجو حالو قلت اه الجو عايز ايه قاعدة بالبلكونة وفنجا القهوة بس فتحت باب البلكونة وكانت الصدمة اقصد بالله كانت صدمة ليا انا بقال اكتر من عشرة ايام ما فتحت البلكونة ولا قاعدنا فيها الجو بقى حالو قلنا خلاص بقى اه افلناها اه بس النهاردة لقيت التقص حالو التقص بيجنن فيه غيوم وفيه هوا حالو اه قلت لازم عم في الجرقه وزي ما قلنا وعد في البلكونة وزي ما قلت لكم كانت صدمة ليا فعلا كانت صدمة شوفوا اللي طلع من البلكونة ينهر بيض والقش اللي جايبيته العصافير وشوفوا الحيطان عاملة ازاي مجرد ما حجرناها بس عشر ديام وفعلا هيصدمة ليا شوف الدنيا عاملة ازاي والتراب ازاي البلكونة مازل فقلت لا لو الله ولا يمكن حتى لو كنت هقوم مشلولة لازم اعملها يلا بينا مع بعض الاول نعملها نشوف هنعمل فيها ايه هنفكر كده وتشوف هنعمل فيها ايه اكيد هنخسل حيطان دي البيضة مش هنصيبها كده لان الوسخ على الوسخ ما عادش هيطلع اه بتشوفوا اللي طلع من الارض بقى احنا بيتنا بقى عالشارع واللي بقى فيه تراب وتحت بيتنا فيه ملعب برضك الاطفال بتلعب فيه اللي هاد السبب على طول الغباء التراب او الغبار عندنا احنا مقول له غبار انا بمصر بتقول له تراب طبعا هنعملها مع بعض وحنخسل حيطان حنسيقها وبعدين هنعمل فيسجر القهوة هنوقع بتلكم نضفت كل فوق العفار كله والتراب دي شدت الاول قبل نخسل او اعمل حاجة بعدش حاجة نضفت حال الله كله عملته بقى بريل فيها طبعا هنخسل حيطان بيها يلا بينا مع بعض هاي الطريقة هنمسك الحيطان كلها والسببات هاده هنشيله اكيد عشان تضلوا محطين على بيتنا على ضافة بيتنا شوفوا كله بيطلع ما فيش حاجة ما تطلعش هنمشي بنفس الطريقة ع كل الحيطان شوف العصافير شايفين هاي كله العصافير اللي عاملاه انا عندي العصافير بينا ساجنة بالبلكونة على طول ما بيلوحوش صارهم من يمتع منت الشقة هم ساجنين هنا يعني صحوني من النوم انا فكر انا بحبهم اول بحط لهم رز وبحط لهم غلى على طول هم عايشين عندي في البلكونة يروحوا ويلوضل واحدهم اه هخلص الحيطان وارجع لكم هاي اول حيطة خلصة بسم الله وقراء الله هتزين فل هاي الطريقة انا منها وهنشوف اذا ازا في حاجة ما راح تنشينها همم؟ هاي اول حيطة شوفوا اقولوا ايه رأيكو في صراحة كنت عبانة هممت الجايات شوية ما كنتش قادرة منهم طبعا في المدرسة والدروس ربنا مع عينها وهيكي حبايب لعدنا خلصتها بسم الله ما شاء الله صارت زي العروس هاي بتلمع هبط شوية فيها بس ما يصيبش عشان تبقى حيوة كله الحكام نطفناها والزوايا والوقت احنا شاطيها احلى فنجان قهوة شو رأيكو بعد ما رضفناها شوف الحكتة لما تنضف تبقى زي العروسة بالزبط شوفوا هنا غروب وقت الغروب ما احلى منظر ما احلى منظر الغروب يلا روح نعمل فنجان قهوة بقى واندردش مع بعض وين خلصنا ونظفنا وحطينا قانحة صراحة ما بحبش اقعد الا على الارض هي مرتبة سفنجا انا عملتها بقعد عليها برضك ما ترجعتش هاي الفنجان القهوة وعملته بعد ما خلصنا هاي الركوة او الكنكو والفنجير والسكرية جاب لي اياها ابو منة حبيب قلبي الله يخليلي اياه يا رب شوفوا الفنجان القهوة عم بيدخل طبعا انا عملته على السبيرتاية بنعبيها سبيرتو وبنولحها من فوق من هنا طبعا والضيافة وفي سؤال لكم في اخر الحلقة هتجاوونا عليه بالتعليقات واللي هيكسب هياخد عشر مشتركين تمام ومنا بتقول لكم باي منا كيف قعدة ومتربعة عم تلعب على التليفون منا اللي هتسألكوا السؤال بقى وهتجاوب عليه ولو جاوبت عليه مني هتديلكوا عشر مشتركين ماشي جس تانية منا بتجيب السؤال السؤال هو ما هو أول جاب وضعه الله تعالى على الأرض وين يقع جاوبوا في التعليقات بس ممنوع الرجوع لجوجل بالشرط ممنوع الرجوع لجوجل وهيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتمنى تكون عجبتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا في الجرس ونصلكوا كل جديد أنا بعمله يلا صار فينا أقولكم تسبحها لخير حبايبي